استحملوني في الكلمتين عشان يتقالوا بصراحة تماما فيما يخص كهربا وفيما يخص تصريحات موسيماني بشأن محمود كهربا موسيماني طلع قال مش انا اللي قررت او خدت قرار او طلبت اعاريك كهربا انا كنت مسافر رجعت لقيت كهربا خرج وانا بحب كهربا وبلعب كهربا مع كامل الاحترام وهعد كم نقطة كده مع كامل الاحترام اول نقطة من السنة اللي فاتت وانا كنت في حديث قبل كده اعلامي كنت بتكلم يعني من السنة اللي فاتت قلت ان موسيماني رافض وجود كهربا في النادي الاهلي وساعتها هاجمني جماهير النادي الاهلي وطلب مني مدير المركز الاعلامي في النادي الاهلي الاستاذ جمال جبر ان انا اطلع اقول ان الكلام ده مش مظبوط وطلعت تاني يوم وقلت على لسان استاذ جمال جبر ان الكلام ده مش صحيح من جارب النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيقول ان الكلام ده مش صحيح والمعلومات الحقيقية ان كهربا كان المفروض يمشي في الصيف بقرار من موسيماني وحاولت ادارة النادي الاهلي عشان بس ابرق كل واحد ودي له حقه ادارة النادي الاهلي قالت انه كهربا لسه ممكن نستفيد منه كهربا لعيب كبير موسيماني اصر على رحيل كهربا في النهاية الموسم الماضي وفي شهر يناير يعني قرار رحيل كهربا اولا واخيرا من عند بيتسو موسيماني مع كامل الاحترام لتصريحاته الراجل هو من طلب رحيل كهربا عن النادي الاهلي فكرة بقى انك ترميها في حجر النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي ده كلام مش مدربين كبار المدرب الكبير ياخد قراره يطلع يقول ايوة انا مش محتاج كهربا في رئيتي ايوة كهربا لعيب كبير لو عايز يقول يعني تصريحات سياسية محترمة ايوة كهربا لعيب كبير بس انا مش محتاجه في الوقت الحالي وشايف انه ممكن ياخد فرصة للاعارة برا يرجع لنا لعيب كبير دي تصريحات الزكاية لو انت عايز تصريحات ما تبرق نفسك بيها قدام الجمهير لو انت شايف ان انت محتاج تبرق نفسك انا مش شايف اصلا انت محتاج تبرق نفسك بالعكس انا قلت مبارح انه اصلا قرار رحيل كهربا للاعارة في الفترة الحالية هو قرار صحيح سواء كان المسيماني خده او ادارة النادي اللي خدته بس المسيماني هو من اتغذ هذا القرار ده بالنسبة لمسيماني وهكمل على المسيماني في حتة تانية في امور كثيرة اقل من ديب كتير كانت ادارة النادي الاهلي تصدر بيانات توضحية في مثل هذه الامور بيانات رسمية مش مش تصريحات صحفية منسوبة لمصادر بيان رسمي النادي الاهلي عنده من الشجاعة والقدرة والقوة الادارية انه يطلع بيان رسمي يقول مع كامل الاحترام احنا ما بناخدش قرار كادارة النادي الاهلي في رحيل او ضم اي لاعب اللي بياخد القرار ده الموديل الفني واحنا بنمشي ورا الموديل الفني هو ده الاهلي تاريخين وانا متأكد ان الاهلي عمل كده في موضوع كهرباء فالاهلي لازم يوضح قدام جماهيره قدام الرأي العام انه لا مش انا اللي خدت قرار كهرباء اللي خده الموديل الفني بما انه النادي الاهلي سمح لمديره الفني انه يخرج للاعلام يتحدث في امور فنية في على الملأ وده ما بيحصلش في النادي الاهلي النادي الاهلي حتى لو طلعت تصريحاته ما بيتكلموش في امور فنية ومن رحل ومن دخل ومن خرج ومن الكلام ده كله تمام دي النقطة النقطة التانية ودي المعلومة انه الكابتن محمود الخطيب كان غاضب جدا من تصريحات موسيماني اللي نفع عن نفسه فكرة انه هو اللي خد قرار رحيل كهرباء والكابتن الخطيب قال ان دي مش اول مرة موسيماني يعمل كده ويخرج بتصريحات تخص الفريق وتخص الداخل اللي في الفريق وتخص الامور الداخلية في الفريق في الاعلام وانه الاتفاق كان مع موسيماني انه يخرج للاعلام دلوقتي عشان يحلل بطولة كأس القامة الافريقية دون الحديث عن النادي الاهلي شكرا الكابتن الخطيب كان غاضب جدا دي معلومة البول حالك كان غاضب جدا من اللي حصل من بيتسو موسيماني ده فيما يخص بيتسو موسيماني او القصة بتاعت كهرباء او القصة بتاعت ادارة النادي الاهلي ورد فعلها فيما يخص تصريحات موسيماني انا شايف انه متحفز على فكرة انك ما تطلعش بيان توضح فيك ادارة نادي اهلي انه موديل فني هو اللي خد قراره متحفز جدا على تصريحات موسيماني اللي بيتبرق فيها من رحيل كهرباء هو اللي طلب من الموسم الماضي رحيل كهرباء عن الفريق على فكرة طلب رحيله نهائيا ما طلبهش أعرى كمان كان طلب رحيل كهرباء نهائيا ولولا ضغط إقدارة النادي الأهلي أو اقتناء إقدارة النادي الأهلي بكهرباء كان اللعب هيتبع بشكل نهائي طيب في بقى نقطة في منتهى الأهمية وأنا عايزك أنت كمشجع للنادي الأهلي تستبق الأحداث معاه وإيه برضو رسالة لإدارة النادي الأهلي النادي الأهلي يخوض بطولة كأس الربط حضرتك كمشجع للنادي الأهلي شايف أن دي بطولة ودية مش فريق معاك الأهلي يكسبها أكيد لا النادي الأهلي أصلاً لما بيلعف بطولة ودية مشجع النادي الأهلي بيبقى عايز ياخد البطولة يعني أنت أكيد مش شايف أنها بطولة ودية هل إدارة النادي الأهلي شايف أنها بطولة ودية؟ لا الأهلي برضو أو إدارة النادي الأهلي عايزة تكسب البطولة لو لا قدر الله لا قدر الله عشان محدش يقفش علي ويزعل مني هيقول لك يا كريم عايز الأهلي يخسر لا يا سيدي لا قدر الله الاهل يخسر والاهل يخسر ويكسب وهو بلعب منافسين مصريين برضو بس يعني انا عشان ما تاخدهاش علي الاهل يخسر المباراة اللي جاية في كاس الرابط هتطلع تقول انت كمشجأ اهلية وتطلع تقول ايه ما هو الموديل الفني طلع في الاعلام وبيتكلم وبيقول كلام عامور فنية ومش شغل نفسه بالفرقة ومش فارق نفسه بالمطش اللي هيلعبه في كاس الرابطة خلال يومين مش فارق نفسه بالكلام ده كله وساعتها ادارة النادي هتبقى عندها مشكلة ان هي اللي وافقت اكيد لبيتسو موسيماني انه يظهر في الاعلام في وقت في بطولة دي الامور اللي لازم النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي تحطها في الاعتبار انا عايز افكركم بحاجة مهمة بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني من كم يوم فاكرين تصريحاته اللي كانت في جنوب افريقيا اللي قال فيها ان انا عندي مش عارف عروض وان انا بفكر اعود في الاعتبار يعني قال تصريحات مش عايزة كرارها يعني وقتها اغضبت ايضا ادارة النادي الاهلي هو يخرج بتصريحات بعيدا عن سياسة النادي الاهلي اللي بتطبق دائما السرية في كل الامور دائما نحن خدوا بالك كلنا كاعلاميين وصحفيين ومزيعين يعني بنتعذب جدا عشان نوصل لمعلومة في النادي الاهلي وعلى فكرة مش انا بتعذب انا انا في النهاية عايز جيب معلومات كتير بس انا بحترم دا جدا في النادي الاهلي بالعكس وبشجعه كمان انا بيجي حد من الزمل يقول لي اصدف فلان مش عايز يدخل او فلان مش عايز يقول التصريح اقول له حقه عايز يحافظ على فرقته احنا مش نبقى قانينين انت بتبص لناحيتك بس بس هو عايز يحافظ على فرقته وعايز يكسب وعايز يشتغل فبراحته ادم هو شايف كده يبقى صح دا النادي الاهلي دا اللي بيعمله على طول لكن موسيماني فتحها على البحر في موضوع التصريحات وانا بقول لكم ان الاهلي او تحديدا ان كابتن محمود الخطيب غاضب من هذا الامر جدا جدا